السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبابي في قناة مشاهدة النهاردة بإذن الله اليوم التسعتاشر في دورة البط بتاعنا الخليط المسكوفي والبلد الخليط حاجة كده ماشاء الله ربنا يبارك ولا حول علاقات إلا بالله عاوز أقول لكل حباب قلبي اللي موجودين معي على القناة لو أنت أول مرة تشوفي القناة بتاعتي هاريت تنزيل تشترك فيها وكمان تفعل الجراز على الكل عشان وصلك مني كل جديد وكل الاشعار بالفيديوهات الجديدة اللي هتنزل ان شاء الله وكمان ما تنسي ليش في اللايك فضلا منك طبعا وليس أمر ان انت تحطي لايك لو انت استفدت مني بأي معلومة او دخلت القناة عن طريق الصدفة ياريت تحطي لايك لو عجبتك القناة والمحتوى بتاعها وكمان استفدت مني بأي معلومة النهاردة كذا ما انتم شايفين طبعا فرقي كبير جدا 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 عن المبارح وأوله لأوله حاجة كده جميلة ما شاء الله في دورة البطة بتاعنا الخليط الخلطة بقول لكم اللي انا كنت عملتها معاكم على القناة جميلة جدا من بعد السبعة ايام جميلة جدا 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 وزي ما انتم شايفين ما شاء الله ربنا يبارك لو لاحظته على الديل بتاع البطة هتلاقوه كده بدأ ان هو بدأ انه يطلع ريش وبدأ ان هو يبدل في الريش بتاعه ما شاء الله حاجة كده جميلة جدا يعني البطة بتاعنا النهاردة اليوم بتاعه التسعتاشر وبدأ ما شاء الله ان هو يبدل الريش وكمان الاوزان بتاعه كويسة جدا الى حد ما جميلة بالخلطة اللي احنا عملناها ما فيش بطة ما شاء الله عندها اسهال عندها بارت عندها اكساح عندها اي حاجة مدام احنا مرتزمين بالحاجات اللي احنا قلناها من اول الدورة لحد دلوقت ده بتاعونوا النهاردة بقى كده هنتكلم على شوية حاجات للبطة بتاعنا علشان تكون الدورة بتاعته سهلة وكمان جميلة كده ان شاء الله وكمان تكون خفيفة كده علينا وتعد علينا بسرعة مغير اي امراض ومن غير افتراس ومن غير برد ومن غير اسهال هلقول النهاردة حاجات جميلة جدا النهاردة في قلب الفيديو عاوز اقول لكم وافكركم ان البطة دوت تلات اعمار اسبوع وعشرة ايام وكمان 18 يوم حطتهم مع بعض ليل ان هما التلاتة هيكلوا من نفس الخلطة عشان كده انا جمعت التلاتة مع بعض انما لو كانوا هما قال لي من كده اعمارهم كنت كل واحد فيهم هياكل خلطة مختلفة خالص عن الخلطة بتاع البط التاني فانا جمعتهم عشان هما تلاتة من بعد السبعة ايام ببدأ ان انا اكرم نفس الخلطة اللي انا عاملاها والخلطة معايا في صندوق الوصف موجودة اللي حابب ان هو يدخل وشوفوا الخلطة بتاعته وشايفين طبعا شايفين الديل بدأ ان هو يطلع ريش اتبطة الصفراء الكبيرة اللي انتوا شايفينها بدأت ان هي الظهر بتاعها بدأ ان هو يطلع ريش ابيض وكمان الرش الاسود اللي في الديل هو في الظهر كده طنقية الزغير ده بدأ ده كمان ان هو يغير ما شاء الله ربنا يبرك بازن الله تعالوا مع بعض كده اقول بقى شوية حاجات كده للبط بتاعتنا سهلة ومفيدة وسريعة البط ده انا كنت عملت ليه خلطة ما شاء الله كانت كويسة جدا يمكن لو شلت البطة منهم يعني لو انا شلت منهم بطة هتلاقوها وزنها كويس جدا 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 وكمان المناعة بتاعتها كويسة جدا الحمد لله لا في اسهال ولا برد ولا في اي حاجة اهم حاجة للإسهال علشان ديت اهم نقطة في الوقت دوت وفي السن دوت عاوز اقول لك واكد لك على الإسهال اهم حاجة في الاسهال لو في اسهال البط لازم يتعالج منه لازم ان تديره حاجة للإسهال توقفه خالص ان الاسهال ده اول حاجة بتجي للبط في العمر دوت وفي الوقت دوت اول حاجة انها بتضعفه تاني حاجة ان هو بيجيلك ساح تالت حاجة ان هو الوزن بتاعه بيخصه بيبدأ يقلي معاك اللي ان طبعا كل اللي هو بيأكله بينزل منه عن طريق السوايل الاسهال اللي هو بيعملها ربح حاجة ان كمان بيسقط ريش يعني اللي هو بدأ ان هو يريش وكده بتلاقي ريش اللي هو عمله او اللي هو بدأ يطلعه بتلاقيه سقف منه وبدأ ان هو ينزل تاني ده خلاف طبعا الاملاح المعدنية والفتمينات اللي احنا قلنا عليها بلاش ان احنا نقطعها من اول يوم في الدورة لحد اخر يوم خلاص ما تخليش البط بتاعك الجوا معاك طب مش انت قلت يا مشاهد ان احنا نجوع ان اكل البط بتاعنا مرتين ونجوعه مثلا او ان احنا من الدهوش واجبات غير مشبع ايو انا قلت كده هنعمل بقى ايه لو انت حطيت الاكل للبط بتاعك 24 ساعة في 24 ساعة هيبقى اول حاجة هيبقى دل الدنيا هيكل وهيبقى الاكل قدامه 24 ساعة مش هيبقى مديله اهتمام لان هو عارف ان الاكل قدامه فبالتالي ان هو هيكل منه حبة وهيسيبهم وهيقعد تمام لان هو عارف ان الاكل قدامه 24 ساعة مش حاجة بتشان من قدامه فانت لازم ان انت تتاكلي البط بتاعك اقل حاجة في اليوم مرتين مرة الصبح من الساعة سبعة او الساعة ثمانية الصبح والمرة التانية بتبقى بعض العصر او بعض المغرب يعني حسب ما انت هتطلعي له كل مرة فيهم بتحطوله الاكل بتقسمهم له على مرتين او بتحطيله الاكل مرة واحدة حسب ما هو ما بيخلصه او حسب ما انت هتطلعي تاني بعدها بكم ساعة خلصوا في وقتها كان بها خلصوا بعدها في فترة برضو كان بها خلصوا في نص ساعة برضو كان بها حسب ما هو هيخلص الاكل معك وعاوزة أولي كان بها مهمة جدا مش معنى ان البط بيأكل معك او انت شايفان ان هو بيأكل وبيجي طلع يجرى على المياه يشرب ويرجع تاني او ان هو يروح ويجي او بطة تقعد قدامك يبقى انت كده تطمنت ان هو اكل لأ لازم ان تطمن ان البطة معاك وزنها اختلف عن اليوم اللي قابليه لازم تعرفي او ان انت تشوفه حتى يكون عندي قوة ملاحظة ان البطة البطة بدأت ان هي تتغير في الجزم وفي الحجم بتاعها وبدأ الاختلاف يبان عليها بدأ ان الرش بتاعها يطلع بدأ ان هو ينبت من الاول وجديد تتلقى البطة كده يعني بتروح تاكل وتروح ترشب وترجع تاني على الاكل تكمل اكلها المياه بالزاد في الصيف عاوز اقولكوا تأكدوا من الحكاية المياه دي لازم ان المياه تبقى موجودة قدام البطة 24 ساعة دي الحاجة الوحيدة في الصيف اللي انت لازم تحطها قدامه عشان الجو حر حرام وكمان العلف بيبقى حامي حتى لو هو النسبة بتاعته قليلة بس بيبقى حامي فانت لازم تحط قدامه المياه بتاعته 24 ساعة كلما العلفات بتاعت المياه او السقايات بتاعت المياه تخلص لازم ان انت تحط فيها مياه ومن ينساش برضو الاملاح المعدنية وكمان الفيتامين من اول يوم لحد الـ 80 يوم بتحط مرتين في الاسبوع كل الاسبوع تحط مرتين مرة املح معدنية ومرة فيتامين مرة املح معدنية ومرة فيتامين بس المهم شايفين ما شاء الله هنا قدامكم هو البطة بدأت ان هي تطلع ريش فيها رشا بيضة ورشا سودة ما شاء الله ربنا يبرك بالخلطة اللي احنا عملناها اللي هي هقول لكم كوناتها على السريع علف 23% اللي هو العلف السمسم اللي هو البادي حطينا كمان رضة حطينا درقة صفرة حطينا فول سوية خلاص جبنا عيش وتحرنا ناعم وكمان قلبناه في قلب العلفة دي مع كوركم وحبة البرقة وارفة الثلاث حاجات دورات مهمين في دورة البطة بتاعك الكوركم وحبة البرقة والارفة والكمونوكوزبرة النشفة الحاجات دي مهمة جدا جدا وعاوز اقول لكم كمان هو اكد لكم على البصل الاخضر او الكورات لده زمن في كل وجبة تحطيها كل وجبة موش متوفر عندك كل يوم يبقى تحطيه يوم بعد يوم او تحطيه طلب مرات في قلب الاسبوع انا عن نفس اله حد دلوقتي من اول يوم في الدورة لحد النهاردة اليوم التسعتاشر لو ما عندش بصل اخضر او ما عندش جرجير يبقى اقل القليل اللي انا ماشي به بصلايا كده متوسطة باخدها في الخلاط على حب الكمون على حبة كوركم على حبة البرقة كمان وهو لمونة وبقوم حط لهم نص كوباية وقوم ضربهم في قلب الخلاط بخلهم زي العصير كده واخدهم اكد بهم على الخلطة اللي انا عملها لهم ما بحطهش على المية بحطها على الخلطة اللي انا عملهم واما اللي بها كويس جدا 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 وسيب البط ما شاء الله يأكل منها عاوز اقولك ان البصل رافع مناعة وكمان مضاد حي وطبيعي يعني البط لو عندك فيه اي حاجة عنده برده عنده اي حاجة هتلاقي البصل ما شاء الله قضى على اي حاجة لازم تعمله مرة في الاسبوع تحطي في السقايات معلقة خل ما تقطريش هي معلقة خل صغيرة علشان البكتيريا والفيروسات لو في اي نوع بكتيريا او اي حاجة تقتلها خالص ما يبقاش في اي حكلام من ده لازم ان تهتم بالاكل بتاعه ولازم ان الموعيد اللي انت بتأكلي فيها لازم ان تكون مواصبع لها من اول يوم لحد اخر يوم علشان البط عندك ما يجوعش ويبدأ ان هو يشد فريشو ان الفترة التريش دي بتبقى فترة من الفترات المهمة كلها في قلب الدورة بتاعت البط فانت لازم ان تكوني واخد بالي كويس جدا 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 بتيجي ساعة المغرب او العصرية بتبدأ ان انت تحطول الاكل بتاعه خلاص بتحط الوجبة التانية لحد ما يخلصوها براحتهم خلصوها بعدها بساعة بنص ساعة بربع ساعة فضلت معاهم لتاني يوم الصبح مفيش اي مشاكل خلاص انما تم لحلة او تم لعلافة اكل الاخر وتسيبها عندهم كده ما ينفعش طول النهار كده غلط لازم ان الاكل عندهم ما يبقاش طول النهار موجود يعني هم مرتين وكل وجبة فيهم بتبقى غير مشبعة بس مش يعني مش معنى كلامي مش مشبعة ان انت تخليهم جعانين تضوت غلط اول ما هم هتلاقيهم مهمش جعانين او ان هم جاهم هيبدأ ان هم يتغذوا باي طريقة تانية اللي هي شدرش فانت لازم ان تدهلهم بطريقة غير مشبعة ازاي ان انت لو انت مثلا بتحط اتنين كيلو علف خليهم كيلو ونص خليهم خليهم مثلا اتنين كيلو قلة ربع في نفس الوقت كده هم هيكلوا هيجبعوا الربع دوت اللي انت نقصتي مش هيعمل معهم اي حاجة الخلطة انا بحطها اهيت اسمتها لهم في طبقين الخلطة اللي انا بحطها الصبح لسه انا لغاية دلوقتي العصرية ولسه ما طلعتش هطلع باذن اللي قابل المغرب احط لهم الوقبة التانية برضو هقسمها لهم على اتنين كده ان انا عند كمية انما هتفرق معاك لو انت عندك عشرين بطة او عشر بطات هتفرق معاك الكمية عاوز اقولك ان الخلطة اللي انا حطتها لهم النهاردة حطت لهم بصل وكمون اه ضربتوا في الخلاط وكمان لمونة ووراستهم ضربتهم كواس في الخلاط وحطتها لهم على الخلطة وكمان جبت رغفين عيش من اللي هم الرغفين العيش اللي هم الزغيرين مهمشو كبار البلدي الرغفين العيش العاديين اسقصتهم بالمقص وكمان ضربتها لهم في وسط الاكل والحمد الله ازا ما انتم شايفيني نتيجة قدام حضاراتكم جميلة جدا 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 حتى البطو الزغير بطو الزغير بيأكل منه اللي هو عمره عمره اسبوع عمره عشر ايام جميلة جدا عاوز اقول لكم بقى ان الفترة ده مهمة جدا 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 لازم البط معاك يشبع زي ما انا قلتلك هتمشي ازاي معاه واهم حاجة في الموضوع ده يا جماعة والله العظيم بالجد عشان تتفادح كاية تساقط الريش وان هما يجي لهم عملية افتراس الاملاح المعدنية والفيتامين دوت دايما يكون معاك باستمرار في الفترة اللي فيها البط في الفترة اللي انت بتربي فيها البط اي نوع بط بتربيه لازم تستمر في الاملاح المعدنية والفيتامين لان بالضبط المرحلة دي عندهم بتبقى عاملة بالضبط زي الطفل الزغير اللي لسه بيسنن لازم ان احنا طبعا احنا اطفالنا كلهم بيجوا يسننوا بندهم كلسة بندهم فاتمينات بندهم حاجات عشان تقويهم عشان استنى تبدأ تشقف الليسة وتبدأ تطلع هما نفس الطريقة بس بالعكس هما الريش بتاعهم علشان يطلع لازم ان احنا نهتم بالاملاح المعدنية والفيتامين علشان نقدر ان احنا نعديهم المرحلة دي بسلام ويكونوا كويسين معانا مفيش فيهم اي حاجة علشان كمان البط يقفل معاك ريش بسرعة وكمان يتقل معاك يحط المكون ده هو حل اصلا يعني بصوا جميل جدا 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 للبط اللي هو ايه اللي هو اللي هو ايه هقولك عليه يعني لقدر الله لو البط اكل في بعضه او اتلاقيت بطة مجروحة او بطتين مجروحين وفيه بطة مثلا بتشدي فرشم او بطة بطتين بتشدي فرشم انت لازم تعملي حلين مؤكدين تجيب كوباية الجيرة على كوباية رمل وتلغبطوهم على بعض على معلقة ملح وتحطيها في وسط الاكلة بتاعت الاكل اللي هما بيأكلوا منه يعني تلغبطيها في الخلطة بتاعت الاكل بتاعتهم او العلف اللي انت هتأكله له ان شاء الله هتلاقي الموضوع ده انتهى منك تاني حاجة ان انت بتيجي عنده المنقار بتلاقي المنقار كده في اخره بتلاقي في اخر المنقار بتاعه كده من قدام حتة متنية لتحت شوية بتبقى عاملة زي الضفر الابيق كده دي اتهت المقصة وتقوم مقصها وما تخافيش دوت هيمنع عند خالص اي نوع من الافتراس خالص لو تلاقيت بس ما تقصيش في البط كله بقصي في البطة اللي هي جاتلال الافتراس او اللي هي بتشدي الريش من البطة التانية لكن بقيت البطة ما تعمليش معا كده وحاولوا بقدر الامكان وانت بتقصي ما تحاوليش ان انت اضغواطي او ترجع الوراء علشان ما تجرحيش الفم او اللسان بتاع البطاية عاوز اقولك لو انت استفدت معي النهاردة من الفيديو ما تنسنش في لايك وفي اشتراك واتفعل زر الجرس عشان اوصلك من قناتي بازن الله كل جديد مع السلامة